اشتركوا في القناة هذا الاسبوع بتمنى انه كل واحد يسمع برجه ويسمع طالعه اذا ما بتعرف طالعك تنزل على صندوق الوصف في موجود روابط رابط بعلمك كيف تستخرج طالعك ورابط في جدول لاستخراج الطالع وصفات الطالع ورابط له علاقة بموقع تقدر تدخل من خلاله وتستخرج طالعك يعني شارح لك كل الطرق اللي تقدر انت تعرف من خلالها الطالع تاعك لانه اذا ما عرفت الا برجك يعني او اسمعت برجك فممكن التوقعات تنطبق عليك ما بين 60% لغاية 70% ممكن اذا كان برجك هو الغالب عليك يعني تصل التوقعات لـ 80% ولكن اذا عرفت طالعك وقارنت يعني سمعت البرج لنفترض انك انت سمعت برج الحمل ورحت انت سمعت كمان لبرج اخر اللي هون لنفترض القوس ودمجت ما بين التوقعين يعني ما بين الايجابيات هون والايجابيات هون واخدت السلبيات من هون وحطيت السلبيات هون وين التحذيرات وين الامور هاي فبتطلع بتوقعاتك انت بنسبة عالية جدا يعني تصل لمرحلة ما بنقول 95% بتصل لـ 90% من التوقعات يعني الى انه اذا بدي اعطيك توقعات اليك شخصي فهاي امور اخرى الها حسابات اخرى على حسب خرطتك وكواكبك وبرضو الكواكب الموجودة واقتراناتها مع بعض تحولاتها تحولات الكواكب هاي كل سنة او التحولات السنوية يعني بمعنى اخر انه اشي خاص فيك انت ولكن عشان ننقرب المسألة الى اقرب خاني ممكنة من التوقعات فانا بقول لك اسمع برجك واسمك طالعك طبعا بالنسبة للكواكب خلال فترة هاي او التنقلات اللي راح تصير خلال الاسبوع هاد من يوم الخميس اللي هو اثنين سبعة القمر راح يكون متواجد بالقوس ما قبلها طبعا ولكن احنا منقول من يوم الخميس اللي هو اليوم اللي هو نشرنا للتوقعات ورح يستمر موجود فيه لغاية صباح يوم السبت اربعة سبعة من صباح يوم اربعة سبعة راح يستمر موجود في الجدي لغاية ظهر يوم الاثنين ستة سبعة من ظهر يوم الاثنين ستة سبعة راح يتواجد لمنتصف ليل اليوم الاربعة على الخميس يعني بيكون موجود بالدلو من منتصف ليل الأربعاء على الخميس ولغاية صباح يوم السبت 11 سبعة بيكون موجود القمر بالحوت ومن صباح طبعا يوم السبت وما بعد بيكون موجود بالحمل هاي مختصر لتحركات القمر كيف رح يتحرك خلال هذا الأسبوع طبعا عشان تعرف خلو المسار ما بين الانتقال والانتقال الزوايا الفلكية الأمور هاي كلها بتتابع الأخبار اليومية لأنه إحنا في التوقعات اليومية بنعمل كل البيوت يعني مش بس على العاطفة وعلى العمل وعلى الأمور هاي اللي متعودين أنتوا تسمعوها لا إحنا بنعمل على كل البيوت اللي إلها علاقة بكل مسارات الحياة يعني بتبدأ من مرحلتك الشخصية وبتنتهي لغاية بيت متاعبك والأمور الضاغطة عليك والأحداث اللي ممكن تمر عليك بخلال اليوم بتفاصيله اللي منحاول قدر الإمكان أن نغطيها بالكامل خلينا نروح على أول إشي نشرح نشوف الكواكب وين موجودة بالنسبة لبرجك طبعا يا موليد الحوت لازم أنتوا تركزوا معي بالفقرة هاي لأنه هسا إحنا بدنا نحكي بدل ما بنحكي توقعات شهرية إحنا بنحكي توقعات أسبوعية ولكن رح أدمجلكوا ما بين الشهرية وما بين الأسبوعية مع بعض يعني زي ما كني أنا بحكي توقعات شهرية الإشي اللي أنا ممكن أحكيه في التوقعات الشهرية وفي نفس اللحظة يعني أشرح لكم شو الأسباب وكيف إحنا بنعمل التوقعات وتعرف تأثيرات الكواكب هاي عليك إيش اللي بتسوي أو إيش مسببت لك بالفترة هاي فهيك أنت بتكون على الطلاع وعلى علم بالأشياء مش إشي زي اللي بكل الكف على غفلة لا بتكون أنت عارف إيش اللي بدو يصير وبتستعد بشكل جيد جدا لتجاوز هاي الضغوطات أو استغلال الإجابات الإجابيات طبعا أول إشي رح نبدأ رح نبدأ إحنا مع الشمس الشمس موجود في البيت الخامس وبرضو في البيت الخامس اللي هو السرطان موجود اللي هو عندك عطارد كمان فهذا بيت العاطفي بيت الأحبة بيت الأبناء بيت النزوات بيت المغامرات فتخيل إنه موجود عندك الشمس اللي ما المفروض إنه بعطيك إشي إيجابي وبساعدك بأشياء إيجابية وبجيب لك أمور لصالحك وبدعمك بشكل قوي وعطارد بتراجع يعني بيجيب لك إشي سلبي فهو بيجيب لك تقلب وبجيب لك حدية وبجيب لك عصبية وبجيب لك أفكار سودة وبجيب لك شقوق وبجيب لك توترات طيب معناته هاي خربطة يعني هذا بدي يعطيني إيجابية وهذا بدي يعطيني سلبي كيف ده تصير بدك أنت تعرف إنه إذا إجتك إيجابية خصوصا على المستوى العاطفي إحنا بنحكي أو على مستوى الحضوض يعرف إنه الشمس بتدعمك في هذه المسألة رغم إنه الشمس منتحسي إلا إنها بتعطيك بعض الآمال أو بتعطيك بعض الآثار الإيجابية ولكن عطارد هو اللي بضيع عليك الفرص عطارد رح يظل يتراجع على يوم 12 الشهر احكي إلى يوم 15 الشهر وبنتهي إيه منتراجع طيب الآن البيت الرابع لا إلك البيت الرابع طيب عندك الزهرة موجودة بالجوزاء طيب الزهرة إيجابية معناته هاي بتدفعك على كل أمور إلو علاقة بالعقارات أو البيوت أو العائلة فهاي ممكن نجيب لك فرحة عائلية ممكن أحد أفراد العائلة يصير معاه مناسبة أنت تسعد من وراها ممكن تشتري عقار ممكن تبني ممكن تستأجر عقار ممكن يصير فيه مصالحة عائلية أو تقارب ما بينك وبين أفراد العائلة ممكن تحمل لك يعني أي شيء له علاقة بالعائلة بالبيت بالعقار كل هذا بيكون إيجابي الزهرة بتعززه أما بالنسبة لأمور البيت 11 واللي هو برج الجدي فأحنا هنا من نشوف بلوتو والمشتري وزحل الثلاثة موجودات وبيتراجعين فبين أنه بيتراجعوا معناته هذا ضغط على بيت الأصدقاء بيت المعارف والعلاقات فمعظم الخلافات اللي بتتسبب لك اللي إلها علاقة مشاكلك مع أصدقائك أو معارفك علاقاتك بكل مستوياتها بدعوي بحفلة بمناسبة بزيارة بإقامة بمش عارف إيش كلها سببها هاي ثلاث كواكب اللي بتسبب مشاكل ومشاحنات وخلافات وحتى ممكن أنت تقطع علاقتك ببعض الناس وتغربلهم من حياتك طيب نيجي على البيت الثاني بيت المال موجود في المريخ طيب المريخ شو بيعمل يعني أوليش البيت الثاني هذا بيت المال بيجيب لك مكاسب مالية بتيجي يا من عمل إضافي يا مستردات يا هبات يا دعم يا تحصيل يا هدايا طيب المريخ شو بيعمل المريخ بيدفعك للمصاريف للمشتريات للبذخ للإصراف بدون تركيز بدون ما تركز أنت بالأمور كأنه الأمور فاتحة إصرف وهي مبدأ إصرف ما بالجيب بيأتيك ما بالغيب وهنا هذا المريخ اللي بعززها في راسك عشان أنت تغرط فبدأك تكون حذر من مصاريفك ومن تهورك بالأمور المالية بالفترة هاي طيب نيجي هسا على نبتن نبتن في البيت الأول عندك وإنت أساسا هذا كوكبك أنت يعني الحوت معروف بنعمته برومانسيته ببرج حالم بمعنى آخر طيب لما يجي يتراجع نبتن اللي هو كوكبه وعندك شو بدي يسوي بدي يعطيك هذول الثلاث سلبيات بدي نصير سلبيات بدك تصير أنت حساس بشكل سلبي دمعتك سريعة تحسس من المواقف بشكل سريع تدخل بمراحل زي الاكتئاب أحلامك بتصير كوابيس أو بصير عندك أضغاث أحلام كثيرة بالفترة هاي بتتوهم أشياء كثيرة بتصير حواليك فبدك تكون حذر من هاي النقاط ظل عنا آخر واحد اللي هو ملك المفاجآت أورانوس اللي بيجيب الأشياء المفاجئة إما بإيجابية أو بسلبية ما في عنده حل وسط ولكن الأغلب الآن بالفترة هاي هو إيجابي يعني ما شكل زوايا القوية السلبية اللي نقول هو سلبي فلحد الآن هو بشكل زوايا إيجابية فهو رح يعزز أمور الثقة بالنفس التنقلات المفاجئة رحلات أو سفرات أو تنقلات أو اتصالات أو نقاشات أو حوارات أو تنحط بمواقف تمتحن استعدادك بتلاقي عندك سرعة بديهة عالية رغبة بإنجاز بالنجاح يعني قوة هائلة بتكون موجودة عندك ولكن بدك تدير بالك إذا كان سلبي أو عامل زوايا سلبي بدك تحذر من كل اللي إحنا حكيناها لأنه بصير تسرع تهور عشان ينورطك فبدك تكون حذر من هاي النقاط خلينا نروح على التوقعات الأسبوعية نشوف حركة القمر إيش القمر كمان بدو يعطيك من إيجابيات ومن سلبيات عشان تكتمل الرؤية بشكل كامل بالنسبة لهذا الأسبوع من اليوم الخميس وحتى صباح يوم السبت القمر موجود في القوس فهاي فترة مناسبة لللي بيبحث عن عمل أو اللي بيعمل بينجح في الدفع بمصالحه بتحافظ على إنجازاتك القائمة هدئ من روعك وما تنفعل اتجنب مخالفة القوانين ويحرص على استقرارك لأنه هذا بيت السمعة اتجنب الخلافات والمجازفات الشائكة ويحرص على لجمها إذا شعرت ببدايتها من صباح يوم السبت وحتى ظهر يوم الاثنين القمر بصير موجود بالجدي ففي الفترة هاي بتنشطوا اجتماعيا بتلتقوا الأصدقاء ومنكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة أو حفلة مثلا بتميل إلى التواصل مع الآخرين وممكن تنجح بحجد تأييد أو دعم لقضيتك بتتحمس للقاء الناس وللتعارف ممكن تحمل لك فرص إلا علاقة بالتنقلات البعيدة أو مواضيع بتتعلق إما بأشخاص خارج البلاد أو مواضيع سفر ممكن تنضم لجمعية وتهتم لشؤون أقارب الشريك من ظهر يوم الاثنين وحتى منتصف ليل يوم الأربعة على الخميس القمر بصير في بيت متعبك في الدلو فعشان هيك بالفترة هاي بتكون حذر لأنه بنال التعب منكم حاول إنجاز ما بوسعكم من عمل عاجل وانتبهوا أكثر لغذاءكم وراحتكم كون أكثر واقعية لأنك ممكن تميل بالفترة هاي لتضخيم الصعوبات أو تضخيم الأمور اتجنب اتخاذ القرارات الحاسمة والمهمة لأنها فترة فارغة وفاشلة حاذر الأفكار السودة والمعنويات المنخفضة لأنه ممكن تخيب أمالك أو تتأخر أعمالك من منتصف ليل يوم الأربعة على الخميس وحتى صباح يوم السبت القمر بصير موجود عندكم فعشان هيك بتبدأوا من هاي الفترة فترة إيجابية بتعيد لكم نشاطكم المفقود بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة بتعود عليكم بالنفع الإيجابي بتستعيد حماستك وعزيمتك وبتمارس جاذبية لا تضاهى للبدء بمشروع أو خطة جديدة تملك الطاقة الكافية للانطلاق بمشروع جديد أو لحسم أمر عالق للفترة هاي بتحمل لك برضو خبر سار هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا الأسبوع والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء